اشتركوا في القناة صلى الله عليه وعلى اهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون صدق الله العلي العظيم الحديث قبسات من حياة الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المعصومين المنتجبين الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام هو الثامن من ائمة اهل البيت وهم ائمة المسلمين حقا الذين امر الله بطاعتهم وبينهم النبي صلى الله عليه وعلى آله بأنهم خلفائه والعم على المسلمين من بعده الامام الرضا سلام الله عليه يلقب بالرضا وهو اشهر القابه لديه القاب كثيرة والرضا هو من اشهر القابه ويكنى باب الحسن اه سلام الله عليه امه نجمة وقيل تكتم وكانت ولادته في الحادي عشر من شهر في ذي القعدة اه سنة مية وثمانية واربعين هجرية على بعض الروايات يعني سنة وفاة الامام شهادة الامام جعفر بن محمد الصادق جده الامام الصادق كان استشهاده في الخامس والعشرين من شهر شوال وبعد ذلك يعني حوالي ستة عشر يوم كانت ولادة الامام الرضا سلام الله عليه واما شهادته فهي في السابع عشر من صفر او في اخر صفر على اختلاف الروايات عام ميتين وثلاثة للهجرة مدفنه في مدينة طوس او مشهد في هذه الايام وله مزار كبير وضريح يتشرف المسلمون بزيارته والتبرك به ويدعون الله سبحانه وتعالى فيستجيب لهم دعاهم هذه المراقد المقدسة لأهل البيت سلام الله عليهم الله سبحانه وتعالى جعل فيها الخير والبركة ولذلك الدعاء عندها يكون مستجابا والالاف بل عشرات الالاف من الناس كل له قصة في استجابة الدعاء عند الامام الرضا سلام الله عليه لا مجال لذكرها على كل حال اشهر القابه الرضا ولماذا سمي بالرضا بعضهم يقول رواية سبعضهم يقول ان المأمون سماه ولكنه غير صحيح صحيح ان الامام الجواد عليه السلام سماه امام جمع قال ان الله تبارك وتعالى سمى ما ترضاه لانه كان رضا لله عز وجل في سمائه ورضا لرسوله والايمة من بعده صلوات الله عليهم فاذا اللقب من الله جل وعلا والامام الجواد وهو ابنه يقول ان الله تبارك وتعالى سماه بذلك اللقب السائل وهو البزنطي يقول انه لم يكن كل واحد من ابائك الماضين عليهم السلام رضا لله عز وجل ولرسوله والايمة بعده لانه يقول انه كان رضا لله الامام الجواد يقول كان رضا لله عز وجل في سماعه ورضا لرسوله والايمة من بعده فيقول اه ليس كل واحد من الايمة كذلك قال بلى قال اذا لماذا سمي ابوك من بينهم بالرضا ولم يسمى الاخرون بالرضا فاجاب الامام الجواد لانه رضي به المخالفون من اعدائه كما رضي به الموافقون من اوليائه ولم يكن ذلك لأحد من ابائه فلذلك سمي من بينهم بالرضا على كل هذا مذكور في علال الشرايع وعلام الوراء والبحار ومجالات اخرى كتب اخرى مذكورة فهو كان يعني طبيعة حياة الامام الرضا اقتضت ظروف المعينة بان يرضى به الاعداء والموالون جميعا الايمة كما نعلم ينص عليهم هناك مئات في الواقع من الروايات اذا ناخد كل الروايات يعني بداية من الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم باسماء الايمة ثم روايات من امير المون عليه السلام ثم من الزهراء من الحسن من الحسين من الامام زين العابدين من حسين من امام الباقر الصادق سلام الله عليهم يعددون اسماء الايمة جميعا وكل امام ينص على الامام من بعده لان الناس قد تتحير الامام لديه ادت اولاد ولا يعلمون ايهم هو الامام من بعده وكثير منهم ظاهر الصلاح والتقوى والعلم والورع ويظن الناس انه هو المؤهل للامام فربما يتوهمون انه هو الامام وهذا المعنى صار يعني نقول زيد ابن علي بن الحسين ابن الامام زين العابدين هو ثار ولم يدعي الامام لنفسه كان يدعو الى الرضا من اهل محمد والامام الصادق سلام عليهم يقول لو ظفر لوفى ولكن صار من يظن انه هو اماما من بعد ابيه اسماعيل ابن الامام جعفر الصادق بالرغم انه توفي في حياة ابيه والامام الصادق سلام عليهم جمع اصحابه واراهم انه ميت قالوا اكشفوا عنه روهوا من هو هذا واسماعيل هو ابني ميت او حي يقولون ميت يقول هل تثبتوا بالرغم من كل ذلك مع ذلك صارت الفرقة الاسماعيلية وتقول انه حي وانه هو الامام لذلك يسمى ستة امامية يعني امن الى الامام الصادق السادس من عمد البيت وبعد ذلك مين امنوا لامامة الامام الكاظم عليه السلام بل يذهبون الى اسماعيل واحفاد اسماعيل على كل حال الامام موسى بن جعفر بالرغم انه كان في السجون متعددة من قبل هارون الرشيد وقضى على اقل تقدير اربع سنوات بعضهم يقول عشرة او خمسة عشر سنة سنين طويلة بس يبدو اخر مرة كانت السجون في سجون متعددة بالبصرة وبغداد ومن مكان الى مكان كانت تقريبا اربع سنوات متواصلة فالامام ينصه الامام الكاظم نص على امامة الامام الرضا عليه السلام نأتي الى الروايات بعضها من رسول الله او مؤحدة العيمة ومن تلك الروايات ما يرويها الشيخ الصدوق باسداد عن عبد الله بن جندب عن موسى بن جعفر عليه السلام انه قال يعلم الناس تقول في سجدة الشكر بعد اكمال الصلاة سجدة الشكر تقول اللهم اني اشهدك واشهد ملائكتك وانبيائك ورسلك وجميع خلقك انك انت الله ربي والاسلام ديني ومحمد نبيي وعليا والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى والرضا ومحمد بن علي بنه الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي يعني امام الحسن الاسكري والحجة بن الحسن ائمة بهم اتولى ومن اعدائهم اتبرى فاذا يعلم الناس يقولون في سجدة الشكر او بعضهم يقول بعد اكمال الصلاة انسان يبين ايمان بالله ورسوله والعمة الطاهرين ويذكر اسماءهم واحدا واحدا الكلين يروي ان رجلا ايام امير المؤمنين عليه السلام جاء بمحضر امير المؤمنين سلامه عليه والامام الحسن والامام الحسين سلام الله عليهم فقال امامهم اشهد ان لا اله الا الله ولم يزل ولم ازل اشهدها واشهد ان محمد الرسول الله صلى الله عليه وعلي ولم ازل اشهد بها واشهد انك يا امير المؤمنين يقول له وصي رسول الله والقائم بحجته يعني اشار الى امير المؤمنين ولم ازل اشهد بها واشهد انك وصي والقائم بحجته ثم اشار الى الامام الحسن عليه السلام يعني بعد امير المؤمنين الحسن وأشهد أن الحسين بن علي وصي أخيه والقائم بحجتي بعده وأشهد أن بدأ يعدد العمة بعد الحسين علي بن الحسين يعني زين العابدين أنه القائم بأمر الحسين بعده وأشهد على محمد بن علي الإمام الباقر أنه القائم بأمر علي بن الحسين وأشهد على جعفر بن محمد الإمام الصادق عليه السلام أنه القائم بأمر محمد يعني الباقر سلام الله عليهم وأشهد على موسى بن جعفر موسى الكاظم أنه القائم بأمر جعفر بن محمد وأشهد على علي بن موسى الإمام الرضا أنه القائم بأمر موسى بن جعفر الكاظم أبيه الإمام الكاظم وأشهد على محمد بن علي بن الإمام الرضا الإمام الجواد أنه القائم بأمر علي بن موسى وأشهد على علي بن محمد أي الإمام الهادي الإمام العاشر أنه القائم بأمر محمد بن علي وأشهد على حسن بن علي الزكي العسكري الإمام الحادي عشر أنه القائم بأمر علي بن محمد وأشهد على رجل من ولد الحسن هذا الإمام المهدي سلام الله عليه لا يذكر باسمه كما عدنا نهي في الروايات باعتبار هناك كانت ضغوط كثيرة وكان العباسيون يبحثون عنه ولذا كان يكن لا يذكر باسمه حتى لا يعرف اين هو وممكن جواسيس يعرفون مكان الامام فيقتل الله سبحانه وتعالى اراد ان يحفظه ولذلك يقول لا يكن ولا يسمى حتى يظهر امره فيملأها عدلا كما ملئت جورا والسلام عليك يا امير المؤمنين قلنا هو بمحضري علي بن ابي طالب امير عليه السلام قال والسلام عليك يا امير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ثم قام فمضى خرج من المسجد امير المؤمنين سلام الله عليه قال الامام الحسن يا ابا محمد اتبعه فانظر اين يقصد هذا الرجل اين ذهب اتبعه فخرج الامام الحسن عليه السلام ورجع وقال ما كان الا ان وضع رجله خارجا من المسجد فما دريت اين اخذ من ارض الله فرجعت الى امير المؤمنين فاعلمته فقال امير المؤمنين يا ابا محمد اتعرفه قلت الله ورسوله وامير المؤمنين اعلم فقال علي ابن ابي طالب عليه السلام هو الخضر فجاء لكي يعرف الناس على الامة الطاهرين ويبين لهم ذلك وظهر ثم امير المؤمنين يعلم انه الخضر ولكن اراد اثبات اخر لذلك خرج الامام الحسن يبحث عنه يقول ما ان وضع رجل خارج المسجد واذا هو اختفى لا نراه هذه بعض الروايات وقلنا نئات الروايات حقيقة موجودة ولكن هذه بعضها وهي موجودة هذه الرواية في الكافي رواية اخرى ينص الامام الكاظم عليه السلام ابو الامام الرضا على امامة ابنه الامام الرضا ايضا يرويها الكليني انه قال لاصحابه ان ابني علي اكبر ولدي وابرهم عندي واحبهم الي وهو ينظر معي في الجفر ولم ينظر فيه الا نبي او وصيه نبي كان عندي الامام الكاظم سلام اولاد متعددين بعضهم يقول سبع عشر اكثر اقل اولاد متعددين ولكن يقول ابني علي هو اكبر ولدي اكبر اولاد الامام الكاظم عليه السلام وابرهم عندي وحبهم الي طبعا هذا الحب لمقامه وعظمته لانه هو الامام من بعده ويذكر معاني اخرى ويقول وهو ينظر معي في الجفر الجفر والجامعة من الكتب المختصة بالايمة الطاهرين ويتوارثونها اماما عن امام تعطى فمن تكون لديه فاذا هو الامام وهو الجفر والامام هنا في هذه الرواية الامام الكاظم بينا يقول ولم ينظر فيه في هذا الجفر لم ينظر فيه الا نبي او وصيه نبي ورواية اخرى ايضا يرويها احمد ابن مهران عن محمد ابن علي الى خريعة المجموعة ولقلت للامام الكاظم عليه السلام اني اخاف ان يحدث حدث ولا القاك يحدث حدث يقول انه اخشاء يأتيك الموت يا سيدي وانا ما القاك ما موجود يمك انه كانوا منتشرين في البلاد وطبعا الامام اصن وتوفي وهو في سجن هارون رشيد سمى في السجن يقول فشعر بالمضايقات وانه ربما يقتل في اي لحظة فيقول له اخاف ان يحدث حدث ولا القاك فاخبرني من الامام بعدك فقال ابني فلان يعني ابو الحسن الرضا عليه السلام على كل الامام الرضا سلام الله عليه من كلامه من احتجاجاته من اقوال العلماء فيه يبين عظم مقامه وقدره لمن لا يعرف مقام الامامة والامام ما يحتاج متح الناس له ولكن على كل حال هذا تأييد لمن لا يعرف مقام الامامة والله هو الامام المعين من الله جل وعلا وهو امام الخلق اجمعين وهو الشاهد على اعمال الخلائق اجمعين والذي ينظر بنور الله والله يقول يهدي يهدون بامرنا يهدي بامر الله وله هذا المقام العالي لا يحتاج متح الاخرين ولكن بعض الناس يظن انه الامام حال حال سائر الناس رجل من بني هاشم من اولاد الرسول محترم متدين حال حال باقي الناس بل مع الاسف بعض المحدثين لم يروا عن اهل البيت سلام الله عليهم خصوصا مثلا على الامام الرضا لم يروا شيئا الا قليل على الامام الجوادي الامام الهادي الاسكري لم يروا شيئا كانوا يرى فقط يعني بعض الشخصيات الاسلامية يقارنونها بباقي الناس ولا يعرفون مقام الامامة وعظمة هؤلاء صلواته الله وسلامه عليهم لذلك نحن اذا نذكر بعض الاوصاف من بعض المناوئين للامام او المعاصرين له في مدعين يقول ليس ودعوانا نحن فقط وانما حتى الاعداء يمدحونه المأمون العباسي مثلا كان يقول هذا اعلى مهاشمي موجود المأمون بالرغم انه هو كان المسيطر على الحكم واجبر الامام الرضا على الطبول بولاية العهد لظروف سياسية ربما نوفق لذكرها ولكن مع ذلك كان معجب بمقام الامام لانه في كثير من المناظرات والجلسات يرى ان الامام كالبدر الطالع بين باقي العلماء والفقهاء والجهابذة وارباب الاديان المختلفة بين رئيس الجالوت يعني رئيس اليهود ورئيس النصارى ورئيس البوذيين وغيرهم ومن المتكلمين واصحاب الجدل والكلام من المسلمين والامام هو كالشمس الطالع بينهم كل ما يسألونه يجيبهم ولذلك كان يقول هذا اعلمها شميا وايضا الحاكم الحافظ النيسابوري يروي عن الفضل ابن العباس عن ابو الصلت عبدالسلام ابن صالح الهروي قال ما رأيت اعلم من علي بن موسى الرضا عليه السلام ولا رآه عالم الا شهد له بمثل شهادته ولقد جمع المأمون في مجالس له ذوات عدد علماء الاديان وفقهاء الشريعة والمتكلمين فغلبهم عن آخرهم حتى ما بقي احد منهم الا اقر له بالفضل واقر على نفسه بالقصور اقر على الامام بالفضل ويقر على نفسه بالقصور لانه لا يبلغ علم الامام والامام يبين له الحقائق التي لا يعرفها ولقد سمعت عليه ابن موسى الرضا عليه السلام يقول هذه الرواية مروية في اكثر من طريق عن الامام الرضا عليه السلام يقول كنت اجلس في الروضة بجوار قبر النبي صلى الله عليه وآله والعلماء بالمدينة متوافرون فاذا اعي الواحد منهم عن مسألة فاشاروا الي باجمعهم وبعثوا الي بالمسائل فاجيبوا عنها يعني بعد شهادة الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه وانشغال هارون العباسي بالحروب الداخلية الكثيرة فكأنه لم يتابع حركة الامام الرضا في المدينة فالامام كان له بعض السعة من الوقت والحرية والامان لذلك كان يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله والمسجد مملوء بالعلماء وطلاب العلوم الدينية الذين يدرسون فاذا سأل احد من اعي من العلماء مسألة لا يعرفها يأتي الى الامام الرضا يسأله عنها فيجيبه سلام الله عليه إبراهيم بن العباس يقول ما سئل الرضا عن شيء الا علمه ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان الى وقت عصره وكان المأمون الخليفة العباسي آنذاك يمتحنه بالسؤال عن كل شيء فيجيبه الجواب الشافي وكان كلامه كله وجوابه وتمثله انتزاعات من القرآن أجوبة الإمام كانت يستشهد بها من القرآن الكريم ربما نوفق بأن نتحدث عن بعض الاحتجاجات ومناظرات الإمام في الأيام القادمة إذا وفقنا الله الآن فقط نذكر ما يقولون صبت ابن الجوزي ينقل عن الواقدي أنه قال في الإمام الرضا وكان ثقة يفتي بمسجد رسول الله وهو ابن نيف وعشرين سنة وينقل أيضا أن الإمام الرضا حينما وصل إلى نيسابور يقول خرج إليه علماؤها مثل يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه ومحمد بن رافع وأحمد بن حارب وغيرهم لطلب الحديث والرواية والتبرك به الإمام سلام الله عليه بقي في المدينة يعلم الناس العلوم المختلفة وكان بعضهم يحذره أن هارون العباسي ربما لا يتحمل ذلك ويقتله كما قتل أبيه موسى بن جعفر فالإمام كان يقول لهم أنه أنا أقول لكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أبي لهب أنه لو أخذ شعر مني لست بنبي بهذا المضمون وأنا أقول لو هارون الرشيد مسني بأي سوء فلست بإمام يعني كان يعلم أن هارون العباسي لا يستطيع أن يصل إليه بمكروه ولذلك كان يعلم الناس بالمدينة وقلنا السبب أن هارون انشغل بحروب داخلية كثيرة ثم جاء إلى قراسان كانت هناك معارك وثورات ضده وأخيرا مات ودفن في طوس في مشهد هناك بعده صار الأمين والمأمون هم الخلفاء العباسيين الذين يحكمون الأمين ابن هارون الرشيد في بغداد والمأمون في خراسان ثم صارت بينهما منازعات كثيرة وحروب إلى أن جاء المأمون إلى بغداد بجيش جرار وقتل أخاه الأمين واستتبى له الأمر أنه يحكم كل البلاد الإسلامية صار هو الحاكم الأوحد أو ما يعبر عنه بالخليفة العباسي الأوحد الموجود وستتبت له الأمور ولكن بدأت ثورات كثيرة في اليمن وفي المدينة وفي البصرة وبغداد ومناطق أخرى من قبل العلويين كثير من العلويين كانوا لا يصبرون على هؤلاء الظلمة في ظلمهم لأنه ظلم كثير جدا من قبل العباسيين وقد قتلوا المئات من بني هاشم ومثلوا بهم واحتفظوا أصلا برؤوسهم معلقة وبنوهم في الجدران وسجنوهم وقتلوهم بشكل لا يصدق لذلك حينما صارت خلخلة في الوضع الحكومة العباسية بدأت الثورات في مكانات مختلفة فالمأمون أراد أن يعمل عمل يخمد هذه الثورات من جانب أعدائه العباسيون الذين كانوا مع أخيه الأمين وما كانوا مرتاحين له ومن جانب آخر أتباعوا الإمام الرضا والعلويون والموالون لأهل البيت الساولة كامل اتباع أو محبة أو مشاكل هؤلاء الذين أيدوهم في الثورات المختلفة ذلك من جانب آخر فابتكر طريقة معينة يسكت بها الطرفين لذلك قرر أن يستدعي الإمام الرضا من المدينة ويطرح عليه ولاية العهد يعني يطلع عليه الخلافة أولا ثم ولاية العهد طبعا لو كان المأمون صادقا في دعواه ما كان يستدعي الإمام إلى خلاصة كان هو يذهب إلى المدينة المنورة يقول له يا ابن رسول الله أنا ما أهدت لك الأمور وأنا بخدمتك أنت الآن كليفة الله في أرضه المنصوص من قبل الله جل وعلا إماما حقا صادقا وأنت قرر تبقى في المدينة تذهب إلى الكوفة إلى بغداد إلى خلاصان أنت الإمام قرر ما تريد ولكنه لم يكن هذا رأيه وقلنا هذا رأيه سياسي عمل دبلوماسي حتى يسكت العلويين كلهم يسكتون لأنه يرون الإمام الرضا بعد هو إمامهم سيكون في رأس السلطة والعباسيون سيخافون من التحرك يقول لو تحركنا ضد الأمين لا قتلنا وانتقلت الخلافة من بني العباس إلى بني هاشم يعني لم يكن هدف العباسيين دينيا كما نعلم كان همه من خلافة والقدرة والسلطة كما في هذه الأيام الرؤساء يتصارعون مع بعض وتقوم انقلابات وثورات مختلفة والهدف أن يصل فلان إلى السلطة بدل فلان والهدف أن يكون إقرار العادل والمساواة والإحسان إلى الناس ما لأسف في هذه طبيعة البشر فالمأمون رأى أنه يستقلم الإمام الرضا ولذا أرسل الرجاء بن الضحاك وقال له أنه تأتي بالإمام الرضا إلينا وكتب إليه فرجاء حينما جاء وأجبر الإمام أنه المأمون يريدك ويجب أن تأتي معي الإمام الرضا جاء وزار قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وودعه وودع عياله وأبنه الإمام الجوان وكان صغيرا بالعمر في ذلك الوقت واضطر أن يأتي وكانت الخطة أن لا يمر به على المدن التي فيها الموالون للإمام الرضا الشيعة كثيرون مثل الكوفة والري في طهران وأمثالها وإنما مر عن طريق البصرة إلى خرمشار والأهواز ومن هناك عن طريق فارس إلى نيسابور وإلى خراسان هناك بعض الرواية تقول جاء إلى الرئي وإلى قوم وغيرها بس المشهور هو هذا الطريق الموجود حينما دخل الإمام إلى البصرة يروي أبو هاشم الجعفري يقول كان في على طريق الأهواز يعني عبر من البصرة إلى إيران في الحدود الحالية يقول أنا سمعت به وأتيت إليه وكان مريضا في زمن القيض بالصيف فقال الإمام عليه السلام له أبغني طبيبا قل فأتيته بطبيب فنعت له هو الإمام قال للطبيب أنا أريد البقلة الفلانية الطبيب تعجب قال لا أعرف أحدا على وجه الأرض يعرف اسمها غيرك فمن أين عرفتها إلا أنها ليست في هذا الأوان أصنع البقلة من البقول الطبية وهم لا يعرفوها إلا عدد محدود من الأطباء فمن أين أنت عرفت أن هذه البقلة تنفع لعلاجك وهي مو موجودة لا في هذا الزمان ولا هذا الوقت يعني قال له طيب فابغي لي قصب السكر قال الطبيب وهذه أدهى من الأولى ما هذا بزمان قصب السكر إذن قصب السكر ما موجود الآن فقال رضا عليه السلام هما في أرضكم هذه وزمانكم هذا فامضي مع أبي هاشم إلى شاذروان الماء وعبراه فيرفع لكما جوخان جوخان أي بيدر فاقصداه فزهد الجدان رجلا هناك أسود في جوخانه فقول له أين منبت السكر وأين منابت الحشيشة الفلانية البقلة التي يريدها الإمام فقال أبو هاشم يقول قمت أنا مع الطبيب ورأينا فعلا عبرنا الماء إلى المكان الذي وصوه الإمام ورأينا رجلا أسود سألناه فأومى إلى الخلف وإذا قصب السكر موجود والبقلة موجودة يقول أخذنا منها حاجتنا ورجعنا أعطيناها للإمام هذا الطبيب تعجب أولا الإمام هو يعرف الدواء ولا أحد يعرفه هو ليس طبيبا ثانيا يعرف بكان الدواء وهذا ليس فصله هذا الدواء يعني لا فصل قصب السكر الذي يكون موجود ولا فصل لهذه البقلة التي تكون موجودة فيقول سألني المتطبب ابن من هذا يقول أجبته ابن سيد الأنبياء قال فعنده من أقاليد النبوة شيء قلت نعم وقد شهد بعضها وليس بنبي قال هو وصي نبي قلت أما هذا فنعم هو وصي نبي حتى الإمام أراد أن يري هؤلاء بعض الدلائل على إمامته لتثبيت العقيدة في نفسه ولكن رجاء بن أبي الضحاك لما وصله الخبر قال إذا بقي الإمام هنا فسوف يتعلق به الناس تعبيره يمدن إليه الرقاب فارتحب إلى جانب نيسابور الدليل القافلة والجمال الذي كان مع الإمام يقول لما بلغنا إلى قرية كارند أو كارماندس التعابير مختلفة طلبت من الإمام أن يخط لي حديثا بيده كتذكار بعد هو الجمال كان مع الإمام من المدينة إلى المدينة المنورة إلى هذه البلدة في إيران فيقول الإمام أهدى إلي هذا الحديث قال كن محبا لآل محمد صلى الله عليه وآله وإن كنت فاسقا يعني أنت إذا ما كنت بالعمل مؤمن فاسق عندك أعمال غير صالحة ولكن كن بعقيدتك محبا لآل محمد كن محبا لآل محمد صلى الله عليه وآله وإن كنت فاسقا ومحبا لمحبيهم وإن كانوا فاسقين حتى من يحب محمد وآل محمد أنت حبه لحبه هذا إذا كان عنده ذنوب ذنوبه له ولكن هذه الخصلة مهمة جدا وكانت يعني بانت كثير من الفضائل والمعاجز والكرامات مثل كان حمام وقد جف الماء الذي يغذي الحمام في ذلك الزمان لم تكن الحمامات في البيوت كانت بعض العيون ويختسل فيها الناس فكانت تبنى الحمامات ولكن جنب العين حتى يأتي ماه العين باستمرار ويختسل الناس فيه فقالوا للإمام أن هذا الماء جف فجاء الإمام وأشار إلى الماء فنبع وبنى هناك حماما لكي يستفيد منه الناس في ذلك حينما وصل الإمام إلى نيسابور قبل وصول إلى خراسان ينقل هذا الحديث الذي يعبر عنه بحديث سلسلة الذهب والحديث مروي بعبارات مختلفة وله طرق متعددة بغض النظر عن التفاصيل يقول أنه حين رحل من نيسابور فإذا محمد بن رافع وأحمد بن الحارث وإحياء بن يحياء وإسحاق بن راهوة وعد من أهل العلم بعضهم يقول من الناس تجمعوا بالآلاف قد تعلقوا بالإجام بغلته في المربعة وطلبوا من الإمام أن يحدثهم بحديث عن آبائه فأخرج الإمام رأسه من الأمارية على الناقة تغطي تضلل عليه من الشمس قل أخرج وجهه سبعضهم يقول أنه حينما رأوا ابن رسول الله موجود بينهم بدأوا بالبكاء والنحيب وضجوا فالعلماء قالوا للناس اسكتوا لكي نسمع من الإمام حديثا ونسجله فالإمام أخرج رأسه من العمارية وعليه مطرف من خز ذو وجهين ثم قال هذا الحديث الذي يعبر عنه سلسلة الذهب لأن سلسلة الحديث كلهم من المعصومين وبعضهم يقول لو قرئ هذا الحديث على مجنون لأفاق لا نعجب لبركة هذه الأسماء الموجودة فقال حدثني أبي يعني أبي العبد الصالح موسى بن جعفر يعني الكاظم عليه السلام عن أبيه جعفر بن محمد يعني الصادق عليه السلام عن أبيه محمد بن علي أي الباقر عليه السلام عن أبيه علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول سمعت جبرائيل يقول قال الله إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني من جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل في حصني ومن دخل في حصني أمين من عذابي الإمام ركز في هذا الحديث على أهم موضوع وهو التوحيد لأن باقي الأمور مرتبطة بالتوحيد الحديث يروى بشكل مختلف كلمة لا إله إلا الله حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمين من عذابي وتعبير مختلفة ثم يقول أغلق الستار فالرواة قالوا زدنا يا ابن رسول الله فأخرج رأسه ثانية وقال بشروطها و أنا من شروطها يعني كلمة لا إله إلا الله وحدها لا تكفي إلا باستكمال كل الشروط فيها بدون شروطها لا تكفي ماذا يعني هذا يعني أن حينما تقول لا إله إلا الله يجب أن تؤمن بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وعليه وسلم هل يكفي أن تقول لا إلا الله وتكون أنت كافرا بالنبي ولا تؤمن بالإسلام لا يكفي الله أمر الناس باتباع النبي وأخذ شريعة منه طيب ما بعدها بعد النبي هل يكفي أن تقول لا إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وعليه ولا تؤمن بالأئمة الطاهرين الذين نصبهم الله جل وعلا على الخلق أئمة وسادة وقادة وأن تأخذ معالم دينك منهم لأنهم ورثة رسول الله ورثة علم رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم ولديهم الإسلام الحق الناصع بدون تغيير ولا تبديل ولا فيه سهو ولا نسيان ولا جهل ولا ظنب الرأي والشكوك وغيرها وأنما هو كلامهم كلام آبائهم وكلام رسول الله كلام جبريل عن الله جل وعلا فإذن يقول لا يكفي فيقول من قال هنا قال الله إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني وهنا فمن جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص يعني بعد لا إله بالإخلاص يجب أن يؤمن بالنبي وبعد النبي يجب أن يؤمن بالإمام الحق يقول حين ذاك يقول دخل حصني ومن دخل حصني أمينة من دخل في حصني أمينة من عذابي هذا حديث المعروف المشهور كثيرا وهو حديث مهم جدا نكتفي بهذا المقدار ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرج وليه صاحب العصر والزمان وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه اللهم املأ به الأرض قصة وعدلة كما ملأت ظلما وجورا اللهم ابو محمد وعلي محمد اقضي حوائجنا واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر ذنوبنا ويسر مطالبنا وباركننا في ديننا ودنيانا وآخرتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم احفظ شبابنا وبناتنا من شر الشيطان وشر السلطان وطوارق الزمان اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك المنة أن عرفتنا فضل ومقام محمد وعلي محمد فارزقنا في الدنيا اتباعهم وزيارة مشاهدهم الكريمة وفي الآخرت شفاعتهم اللهم ارزقنا من حوض الكوثة لشرابهم وعلى الصراط مرافقتهم وفي الجنة مجاوراتهم في أعلى عليين مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإلى روح المؤمنين والمؤمنات ومات على الإيمان خصوصا دوي الحقوق والأرحام والأقارب والعلماء والشهداء رحم الله ومن يهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة قبلها صلوات اللهم صلع على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم